لا تستأجروا شركات أجنبية وتركوا الحديث عن الأردن لأبنائه فالنائحة المستأجرة ليست كالنائحة الثاكلة هذه خلاصة المنشورات والتغريدات الساخرة مما جرى في الجناح الأردني لمعرض إكس بو عشرين عشرين في دبي ماذا اللي قدامنا؟ عشرت مناطق معينة بالأردن عمان والعقبة ورام الله حرب العربية الكبرى دلت هذا الحرب ضد العثمانيون تحت قيادة البلك شريف حسين بن علي دلت هذا الحرب في سوريا عام 1916 نعم في سوريا وانتهت هذا الحرب في اليمن عام 1918 ردة فعل رئيس الوزراء كانت إعفاء المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في إكس بو دبي بعد موجة شعبية غاضبة مما حدث فإلى أي حد سيسيم هذا الإجراء بتصويب الأخطاء إكس بو دبي 2020 هو أحد معارض إكس بو الدولية تستضيفه إمارة دبي هذا العام بعد حصولها على تأييد 116 من أصوات المكتب الدائم الذين يحق لهم التصويت ويستقطب المعرض حوالي 75 مليون زائر 70% منهم من خارج دولة الإمارات واختار شعار تواصل العقول وصنع المستقبل يشكل المعرض منصة استثنائية لتعاون المجتمعات في المواضيع الثلاث المعتمدة كعوامل رئيسية للتنمية العالمية وهي الإسدامة والتنقل والفرص الاقتصادية وما أثار حفيظة الأردنيين في الجناح الأردني لا يقتصر على الأخطاء التي وردت من الأشخاص المكلفين بالشرح فحسب بل بتواضع الصورة التي ظهر فيها الأردن فالكاتب سامح المحاريق يرى أن الخلل في المشاركة المخيبة والمخجلة مؤسسي في جذوره وأن الجميع مهتمون بإرضاء المسؤولين وأن المشاركة علقت في منطق التنفيعات والعلاقات أما سمعة الأردن والتواجد الذي يستحقه بين دول العالم فأمر لا يعني أحدا أما الكاتب بلال التل فقال إنه من الضروري معاقبة كل من قصر للإعداد في المشاركة ليكون عبرة لغيره من الذين يمارسون اللامبالاة في التعاطي مع صورة الأردن في حين يرى الكاتب الدكتور مهند مبيضين أن المطلوب هو التفكير بصناعة الصورة عن الأردن وكيف نبني سمعة أفضل في ظل تراكم بعض الأخطاء والهنات وتصدر المشهد من قبل من هم غير معنيين بقصتنا الوطنية وفي مقاله إكسب الصلاة على النبي أشار الكاتب عمر كلاب إلى أن ما حدث في معرض إكسبو دبي يكشف ما زرعناه طوال عقود من التخريب والتجريف في التعليم والأخلاق والمناهج وإضاعة هيبة المعلم واتباع السياسات أنتجت مؤسسات متهالكة غير قادرة على أداء مهامها ويرى الكاتب عبدالهادي راج المجالي إلى أن ما حدث كان مقصودا وأن من ظهر فيها قد تم تلقينه الإجابة لما وصفه هز الرأي العام وقياس ردة الفعل فهل ما حدث مجرد هفوة أم فشل في إظهار الإنجاز الأردني أم هو تراكمات المؤسسية المتهالكة تظهر بين الحين والآخر أم هو استهداف مقصود وإلى أي وقت سيبقى التبريره سيد الموقف دون علاج للمشكلات